فإن ما يفجر خلية الأسرة هو اعتبار كل طرف من الطرفين أنه في معركة فأهل الذكورة يريدون إثبات ذكورتهم وأهل الأنوثة يريدنا إثبات أنوثتهم والواقع ليس كذلك أبدا إنما الواقع حصول التكامل والتعاضد وصولا إلى الاندماج وهذا الاندماج والانتصاق لا توصيف له أكثر من هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ليست المعركة معركة إثبات القوة وقد ميزت في كثير من المواطن بين مصطلحين الذكورة والرجولة ما للرجال وللذكورة فالرجولة أن تكون على النساء أمينة أما تلك الذكورة التي فيها عرض العضلات وفيها البطش وفيها العناد وفيها التحدي وفيها المضارة فليست من الرجولة في شيء وبالمقابل فإن إنصاط كثير من النساء للدعاوى المزيفة التي فيها ترويج للأنثوية المتطرفة الفيمينزم بدعوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والاستقلال عن عالم الرجال تماماً والاستغناء عنهم تماماً والاكتفاء بالنساء حتى في مسائل الزواج وصولاً إلى اللازبيا السحاقيات فهذا مما مآله أن ينقرض المجتمع وأن تدمر الأسرة لذلك علماء السكان يعرفون أن معدل الإنجاب كما ينبغي أن يكون في كل بلد العدد هو 2.1 يعني كل شخصين معدل بيجيبوا شخصين ينجباني تماماً الزوج والزوجة في إنجاب لولدين على الأقل اليوم في بعض البلاد الأوروبية وصل المعدل إلى 1.1 يعني بعد 15 سنة سينقرض المجتمع لن يكون هناك جيل لذلك يتم استيراد المهاجرين واللاجئين من مختلف الدول التي فيها الحروب وليس عبثاً أن تكون كل هذه الدول يعني بمعظمها أكثر من 90% هي دول مسلمة ليس عبثاً أن يحصب ذلك